مع استمرار حالة الانسداد السياسي وعدم التوصل لتشكيل حكومة جديدة في العراق على الرغم من مرور عدة أشهر على الانتخابات فإن الجهات المتصارعة للحصول على أكبر قدر ممكن من المناصب والمكاسب تستخدم كل ما لديها من إمكانيات للوصول إلى أهدافها وإن كلف ذلك إشعال الفتنة من جديد والخوض في دماء العراقيين زعيم حزب الدعوى نور المالكي المعروف بتأجيج الفتن وإذكائها قال إن عودة بعض المطلوبين تمت وفق السياق القانوني في إشارة إلى عودة علي حاتم السليمان وهو ما اعتبرهم مراقبون محاولة للتنصل من الضرجة التي أثيرت بشأن موقفه من عودة الأخير إلى العراق مضيفا أن الدعوى لم تسقط وأن قضية عودة بعض المطلوبين تم تسييسها مشيرا إلى أن المطلوبين العائدين لديهم نفوذ في لنبار وسيؤثرون على التحالف الثلاثي من جانبها تواصل إيران ضغوطها على القوى المتحالفة مع الصدر بهدف تفكيك التحالف الثلاثي وإنقاذ حلفاء تهران المتمثل بالإطار التنسيقي بحسب موقع ميدليست آي ولم تتوقف إيران عن مساومة أربيل على وقف تحالفها مع الصدر مقابل دعوة الميليشيات المتحالفة مع الحرس الثوري بتخفيف الضغط والهجمات الصاروخية فضلا عن عرضها تقديم المساعدة في الحصول على المزيد من المناصب الحكومية العليا وفقا لمسؤولين أمريكيين سفير إيران السابق لدى بغداد حسن دنائفار قال إنه أجرى محادثات مع المسؤولين في كردستان العراق فيما أفدت مصادر سياسية أن مهمة دنائفار الجديدة كانت لبحث كيفية معالجة تدعية الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على أربيل إضافة إلى محاولة أحداث شرخ في التحالف الثلاثي المالكي الذي يتزعم الإطار التنسيقي الموالي لإيران والذي سلم مدينة الموصل لداعش من قبل يحاول تأجيج فتنة جديدة ومن نوع آخر في الأنبار في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار صوب الدور الذي ستلعبه الأطراف الخارجية في رسم خارطة تحالفات بين الكتل والقوى السياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة لسيما الدورين الأمريكي والإيراني